كيف أنت نفسي أعقوب حينما نتحدث عن الإنسانية نتحدث عن الحياة نتحدث عن المستقبل نتحدث عن مسؤولية نتحدث عن بناء نتحدث عن حضارة نتحدث عن أحلام وآمال وآلام نتحدث عن شعوب وحضارات ومهضات نتحدث عن الإنسانية أنها ليست كلمة أنها بعثة ورسالة ومهمة وقيامة قيامة الشعوب بكل يوم لماذا أنا أقف؟ وسأطلب كل منكم أن يقف أين تفضلوا أنا أتيت كعندي رحلة بسيطة ليست بعيدة ما بين باكستان والكاميرون ووسط أفريقيا قد خالد 17 يوم أنا أتحدث اليوم باسم الفقير وإذا ذكر الفقير لابد عن نقف وإذا ذكر اللاجئ لابد عن نقف وإذا ذكر الطريق والشريد والمظلوم لابد عن نقف لأنهم يعانون أكثر مما نعاني ويعطون أكثر مما نعطي ويطنون أكثر مما نبني لا يتحدثون لا يعطينا المؤتمرات لا يكتبون أنهم يعملون وإنتجون وإفجعون الفقير بالنسبة لنا أيها الشباب وأنا أتحداثكم فردا فردا داخل طاعة أمخالي follow me when you see this if you can't catch me follow me I'll give you a ketchup التحدي هنا أن أكون مع الفقير حينما يحتجني أن أقف له ولها أن أقف مع اليتيم والأرملة أن أقف مع الحق أن أقف مع العد أن أقف مع الحرية أن أقف مع المساواة التواضع هذه هي صفات أو جزء من صفات من يريد أن يعمل في العمل الإنساني أما من أراد منكم أن يعمل موظفا ليكون مديرا أو سفيرا أو أو إلى آخره فالباب مفتوح له لا نريده ولا نرده نحن نريد أصحاب رسالة نحن نريد أصحاب رسالة أصحاب مهمة يستطيعون أن يبنوا الحضارة وإذن نقف اليوم ونستمع لحابة الفقير والمحتاج ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا كان يطلب من الله أن يحشر في زمرة المساكين ولكن لسنا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدى ونفتخر به لينقذ البشرية والإنسانية إلى يوم الدين ونقف لمن لمن يعطينا راتبنا والفقير هو الذي ينفق على الغنيب والفقير هو الذي يوجه الغنيب والضعيف هو الذي يمكن القوي والمريض هو الذي يدعو للصحيح في العمل الإنساني أصحابه رسالة لسنا أصحاب كلامه وأدعوكم إلى أن تذهبوا إلى حيث يحتاجكم الناس إلى حيث يحتاجكم الناس إلى حيث يحتاجكم الناس نقلس ثم نت سخنت ودرسة مسكنتوش أن يكون لهم نصيب في خدمة البشرية من خلال العمل الخير أول نصيحة هي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخير من البعض المرفوع على البعض كل واحد ربنا وهب شيئا لم يهبه إلى الآخرين والأصل نصيحة لكل من يسمعني أن نحاول أن نكتشف في أنفسنا ما حبان الله من صفات خاصة نستطيع أن نخدم بها الآخرين لما ننظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى أصحابه فيقول مثلا أقرأكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام معاد ومن أراد أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل فليقرأوا على قراءة ابن أم عبد فإنما كان يوجه هؤلاء الشباب الذين حوله إلى ما اجتمع فيهم من صفة خاصة مرة أراد أن يعلم ما يقوله فيه يهود المدينة فجاء بزيد ابن ثابت وكان عمره أربعتاشر سنة نتكلم على عشرين ولا واحد وعشرين ولا خمس وعشرين وقال له إني لا آمن يهود على ما أكتب فتعلم العبري جلس زيد سبعتاشر يوم فجاء مدقنا لها الله سبحانه وتعالى حبان ب صفات مختلفة وهذه الصفات هي التي يجب أن نكتشفها في أنفسنا وبالتالي أول خطوات العمل الذي يجب أن تنصب نفسك فيه أن تعرف ماذا اكتنزت البشرية من خبرات وعلم أن تقرأ أن تتعلم أذكر نفسي وإياكم بقولة لنابليون بونابرد لما سألوه كيف ست أوروبا وكيف كنت تسوس جندك قال كنت أجيب بثلاث عن ثلاث يقول من قال لي لا أعرف قلت له تعلم ومن قال لي لا أقدر قلت له حاول ومن قال لي مستحيل قلت له جرد كلمات من قائد استطاع أن يحول أوروبا أو من يحول فرنسا إلى قائد لأوروبا وأنا أقول أن البشر خلقوا مختلفين ليتكاملوا وخلقوا لكي يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بعضهم ببعض أبونا آدم عليه السلام أبو البشرية إنما فضل على الملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها فابدأ طريقة بلاش الفلاوة بلاش بعرف كل حالة كل حالة طريقة يبدأ بأن تتعلم وأن تصبر على العلم وأحب أن أختم فأقول لأن هناك من يجب أن تستفيد من وجود إن هنا خبرات متراقمة على مدى سنوات طويلة أحب أن أختم فأقول ثلاث نصائح يمكن يتتسف بعضها بقلوب وأسمع من يسمعهم أصحب هذه في كتابة أنا بنصح أن أخوة يشتروا ويقرؤوا لمؤلفة أولندية بتقول What are the most success people do before breakfast ودرست حياة سيئوز وبريسدنت وقالت إن هؤلاء تعودوا أن يستيقظوا في الخامسة أو الرابعة أو السابسة صباحاً وكما قال صباح وعسلام بارك الله النصيحة ثانية حاول أن تتعلم اللغة من لغات البشر مرة وتبقنها مرة كل خمس سنوات لو تعلمت لغة قوم عرفت كيف يمكن أن تتفاعل مع هذه البشرية العظيمة التي وضع الله سبحانه وتعالى فيها روحاً من أمن النصيحة النصيحة الثالثة والأخيرة ادرس تاريخ وحضارات الأمم والشعوب اقرأ أي كتاب في التاريخ لأي أمة في العالم وسوف تستفيد لأنك ستضيف لعمرك آلاف من السنين من خضرات البشر التي تتكرر أقولوا قولي هذا وأستطيع أن أكون لكم دوراً في العمل الإنساني بكافة أنواعه شئتم أم أبيضكم وده مش ظهر أن عندنا منطقة في المنطقة أبيض 40 مليون نازح أولاجة التطوع دلوقتي ما هواش نزهر التطوع أصبح فرد عيني فرد عيني فرد عيني وليس فقط لابد علينا أن نغير مفاهيم المصطلحات مفاهيم المصطلحات أنتم ونحن نغيرهم لكي ندخل مع أخونا خالد خليفة في التحديات والفرص أمام الشباب طب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله شكراً جزيلاً أستاذنا أكثر هاني يطيب لي أن أكون مع حضراتكم في دوحة العرب في مكاني متريد جداً إلى قلبي وأنا شراكات وشركاء نعتزدهم في دولة فطر وبعد كل الأحاديث التحفيزين والكلام الجميل الذي يسمعناه وأني طبيعاً وعيدكم للواقع للتحديات للمشكلات التي واجهها الشباب في عام 2015 و2017 في عامي 2015 و2016 قامت المفاوضية السرية الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس الرويتي للاجئين باستشارات للشباب هذه الاستشارات جمعت تقريباً أو المشاورات جمعت ألف ومائتي شاب وشابة حول العالم ومن 22 دولة واختمت نقاش حضاياهم واعتماماتهم ثم نتج عن تلك المشاورات تقرير هام جداً يلخص تحديات الشباب اسمه الشباب هم الشباب أتفق وأخترف مع هذه المقولة الشباب هم الشباب من حيث الحقوق والواجبات لكن لا أتفق أبداً مع أن الشباب هم الشباب من حيث التحديات الشاب الموجود في الغرب أو في الدول المستقرة يختلف تماماً واقعه عن الشاب الموجود في تبسطين الشاب الموجود في غزة الشاب الموجود في اليمن الذي يعاني أيام وأيام لمجرد حق لا نشعر به أحياناً أنه مجرد أن تسافر هذا حق بسيط جداً جداً يختلف عن شاب لديه باسبور أوروبي كل مشكلته في الصفر أنه يشتري تسكراوي صفح لا يوجد أي شيء آخر غير ذلك فأعتقد أن التسوية بين الشباب في التحديات غير منصف على الإطلاق منذ عامين كان لنا زميل في الأول المتحدة موظف دولي معه باسبور للكمم المتحدة ولكنه من أصل فلسطين من غزة ومرض أبوه وطلب أن يراه ولم يتمكن من السفر لرؤية أبيه خوفاً من عدم القدرة على الرجوع ومات أبوه ولم يتمكن من حضور جنازته بسبب عدم قدرته على الحصول على تأشيرة بالذهب والعودة مرة أخرى وهذا شخص يعمل في الأمم المتحدة له صفة دبلوماسية هل يمكن تسوية هذا الشاب بأي شخص آخر عنده حرية الحركة وحرية العمل وما إلى ذلك؟ يختلف الوضع تماماً إذا كان هذا الشاب أو يزداد الأمر تعقيداً ونحن نتحدث الآن عن 68 مليون شخص حول العالم ما بين لاجئ ونازح منهم 40% من هذا العدد في منطقتنا العربية في الشرق الأوسط 40% من إجمال النازحين والناجئين في العالم لا يعيشوا في منطقتنا هناك دول مثل سوريا نصف تعداد سوريا بالكامل لو كان هذا الشاب عديم الجنسية هناك الكثير من البدون عديم الجنسية حول العالم ويخضع هؤلاء لولاية أيضاً المفوضية قد يستغرب البعض حين يعلم أن هناك عشرة مليون شخص حول العالم معدومي الجنسية الروهينجا فقط مليون شخص ومئتين ألف عديم الجنسية ليس لديهم أي حقوق يعتبر من أبأس الفئات الموجودة في العالم نحن نتحدث عن الشاب الروهينجي أو الشابة الروهينجية الذين يعيشون دون هوية طول عمرهم بعض الناس في مخيمات اللاجئين في داداب يولد في المخيم ويعيش في المخيم ويموت في المخيم خروج من المخيم نفسه يحتاج إلى تصريح مجرد الخروج من المخيم يحتاج إلى تصريح ليس خروج من الدولة هناك تحديات مختلفة جداً جداً لا يمكن تجاهنها ولا يشعر بها إلا من يعانيها يعني من جرب الكية لا ينسى مواجعه ومن شاهد السمة لا يشقى كمن شارده هناك الكثير من المعاناة ولا يجب أن نتحدث عن الفرص دون أن نتطرق إلى المعوقات أولاً لأنه قد يواجه هؤلاء الشباب بعد عودتهم الحائط ولا يمكنهم التحرك حتى لو توفرت لديهم الإمكانيات المادية وما إلى ذلك وختاماً للأسف يحضرني تغريدة كتبها أحد الشباب قال أنه أقرب طريق إلى السعادة هو الطريق للمطار أعتقد أن هذا يلخص واقع الكثير والكثير والكثير من الشباب في منطقتنا الذين يحلمون بمجرد الخروج من المكان الذي يعيشون فيه شكراً 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 باكستان باكستان 210 مليون 107 مليون شاب هؤلاء الشباب إما أن يصبحوا ثروة قومية تستطيع أن تبني حضارة وإما أن يصبحوا شيء آخر منطقة العربية في 400 مليون ما لا يكلم عن 150 إلى 200 مليون شاب ثروة نحن شعوب غنية ومن قال أننا فقراء فهو مغرب وهو كاذب شعوب غنية في كل معاني الغنى وأغنى ما في شعوبنا أنتم 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 وما زلتم تحديكم قولوا ما هي إذا تستطيع أن تفعله إذا تستطيع أن تفعله ننتقل 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 من التحديات إلى أخونا قياد في كيف يكونوا أنتم عصر من العمل الإنساني الدولي والمحلي بسم الله الرحمن الرحيم رب زلني علمي شكرا دكتورنا الحبيب دكتور أين على الإشارة والإحاء وقبل أن أبدأ بتحدث في هذا الموضوع أرد الإشارة إلى أننا هنا في الدوحة في قطر وفي هذا اللقاء الذي أرى فيه التزاما أساسيا من دولة أخذت على عاتقها قبل سنتين بأن ترفع مستوى عملها واتزامها وأدائها في المجال الإنساني في القمة الإنسانية العالمية في إسطنبول وإلتزمت قطر بأن تساهم مساهمة كبيرة في إثراء العمل الإنساني والخروج به من باب ومن قرب قطر المؤسسات إلى المجتمع لذلك التزامنا اليوم في ميشا ومع روتا في هذا الموضوع وفي هذا المجال هو تجسيد وواقع حقيقي لمقولة التحدي من قال قعد وهذا ما نراته اليوم لذلك هنيئا للدوحة والقطر ومجال بقبارة ومجال بقبارة ومجال بقبارة إن كانت قطر قد قادت هذا الاتجاه وهذا التوجه فلابد لنا أن نلبي لذلك كان نزاما علينا أن نترك كل ما لدينا من مسؤوليات هامة لنأتي هنا لنكون مع الأهم أن ترك وكلنا هنا في الخدمة الفقير المعروض المحتاج لأن لهم علينا حق ولأننا نتلقى المرتب أيضا ولكننا نسعى إلى ما هو اسمه بأن يجزينا الله سبحانه وتعالى جزاء ما نقوم به في خدمة أولئي الأشخاص بإن الله تعالى الأمم المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الذي أمثله أنا شخصيا في المنطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أحد مؤسسات الأمم المتحدة ولكن لنا طبيعة خاصة إذ أن جوهر عملنا هو تنسيق الجهود الإنسانية وهذا العمل أو هذا التنسيق لابد له أن يصل إلى مستوى أعلى مستواكم أنتم الشرق حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك وصول إلى هذا المستوى العالي القمة من الأداء الذي أنتم فيه أرى أماني اليوم ليس 210 متدرب أو شرق وإنما أجد أماني 210 مبادر 210 فرصة حقيقية لكي نصل بالعمل الإنساني إلى مستوى أكبر وأعمق وأوثق عندما استمعت إلى بنت بلدي فلسطين أماني أعرف حجم المعاناة وقد خدمت في المدارس أنا شخصيا هناك وأعرف ماذا يعاني أهلنا هناك الكل أراد الوصول إلى هذا المكان حيث الفرص نريد الوصول إليكم أنتم هناك حيث الواقع الأمم المتحدة تعمل جاهدة على العمل معكم أنتم تمثلون العمل الإنساني الحقيقي إذا ما ذهبتم إلى بلدانكم عائدين لتنخلطوا في صفوف المؤسسات الدولية والمحلية كموظفين ولكن ما نصب إليه أن تعودوا إلى أوطانكم إلى مجتمعاتكم لتعيدوا من النسيج الاجتماعي الذي مزقته ويلات ما نمر به في المنطقة العربية على وجه التحديد ولكن في كل المنطقة التي ننتمي إليها إننا هنا كشباب نحاول ونريد أن نعمل معكم أن نأخذ منكم أن نسمع إلى صوتكم وأصواتكم سنكون منفتحين وسنوصل الرسالة إلى كافة مكاتبنا في المنطقة لكي نسمع ما هي برامجكم وأوجهكم هنا إلى أن برنامج الأوتشا الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية لديها برامج للمنح أو لتمويل المشروعات الصغيرة في المجتمعات المختلفة أرجو أن تتواصلوا مع مكاتب الأوتشا الأمم المتحدة من خلال المؤسسات المحلية والوطنية لكي تعرضوا هذه المشروعات التي لديكم فرصة حقيقية في إدارتها وتنفيذها من خلال المتابعة من خلال هذه المبادرة وهي خير إيصال لعملنا وخير إيصال لما نريد هذه المشروعات إلى موجد من يراها فهي هذه الفرصة التي نقوم بصددها اليوم في هذا الإطار أعتقد أن قيادة العمل الإنساني التقليدية من خلال الموظفين قد ولت وولى مستقبله نريد مبادرين حقيقيين يأتون من رحم المعاناة ليعطوا فرصة للأمام للجيل القادم إذا كان من بينكم أميناً عاماً للأم المتحدة خلال عشرين سنة نعم فأعتقد بأنه سيكون الكثير الكثير منكم مما يقودون ويدعمون هذا الشخص إلى الأمام ولكن نريد توجيه للتأويل الذي يدعم هذه المبادرات كما هو اليوم وهذا الاستثمار الحقيقي الذي نراه في الدوحة شكراً للدوحة وشكراً لكم على وجودكم هنا وأتمنى أن يكون المجلس الاجتشاري في العام القادم أزنى وأثرة لما كان في العام الماضي شكراً بحديات كان عندي محاضرتين قبل مساك في الشهر واحدة كانت في جامعة لستك في البلمين هناك لستك في تطاني ولحكم ورحمة ورحمة وزي كما أنت الرئيان في الوحش الأولى كان اسمها أنا سأكون رئيس سأكون الرئيس سيريس حامل محاضرت قالت أكثر أنا بقولها سمعين يا دوار سمعين كل سامن ماهي الفيق بين أبن أوبان أو كلينتو أو تامن أو توني بلير أو سليزة ميل أبداً احلم كما كان يحلم عمر بن عبد العديد كانت له نفسه مصوّق أراد أن يتزوج ابنة عمه وتزوجها ثم طاقت نفسه إلى إمارة المدينة ومكة فنالها ثم طاقت نفسه إلى الخلافة فنالها ثم طاقت نفسه إلى الجنة يا شباب فأننا مؤمنون أم مسلمون أم مسيحيون أم مجلاء العرض هذا بمقدار ما أنكسط من أجل مجتمع لكي ننتقل إلى حديث عملي عن القضية السورية نقولها بالله سلام لا يفكر عليكم بلما يعرف أن الأزمة السورية يتعد من أكثر لازمات في الوقت الحالي حيث مرة أقول خالد خليفة أن نصف الشاعر يبتدر بين نازحين ولا جئ هذه الأزمة لها أضرار جسيمة على الشعب ككل وعلى فئة الشباب بشكل خاص وحسب التقرير البنك الدولي أن الأضرار الجسيمة أن إذا انتهت الحق في هذا العام فأن الأضرار الناتجة من هذه الأزمة تحتاج إلى سبع أضعار الناتج المحلي الإجمالي لإعادة بناء هذه الإعادة بناء كمهورية السورية خلال عشرين سنة فهناك كثير من هذه الأغرار وجميع شعوب العالم تعود إلى الشباب وخاصة الشباب السوري في هذه الأزمة بذلك كدولة قطر ومن أخص صندوق قطر للتنمية أخذنا على عاطقنا مسؤولية الدعم لهؤلاء الشباب فقد أطلاق مبادرات ومن أهمها هذه المبادرة للتعليم فقد أطلاق هذه المبادرة لتعليم الشباب وسد البجوة من هذه الأضرار الناجمة من هذه الحرب وبالنسبة لنا كصندوق قطر للتنمية فقد أطلاق مبادرة لتعليم الشباب والصحة والتنمية الأقتصادي نحن بالنسبة لنا كصندوق نؤمن بدور الشباب فالشباب هو الذي سيقوم بإعادة بناء هذه الجمهورية السورية أخواننا في سوريا هم الذين يقوم ببناء المجتمع المجتمع وإن شاء الله بإذن الله تنتهي عما قريب بإذن الله أزاك الله لدينا كم ساعة من خارج ساعة؟ أم من المنظر؟ من المنظر؟ أعتدت بس ألتزم ها؟ بس كنت مات؟ بعد كل الكلام التحقيق دا كنت مين؟ بعد كل دا تكلمت واشت واشت ولا تكلمت واشت؟ طيب الميكروفونات اللي سمحتوا على الجناب بناخد من الجانب الأيمن والأوصد ثم الأيمن مين عايز آمو داخلة؟ بس كن يعني ايه؟ محددة للشخص اللي ها أنيك عايز نسأله هكون هنا هو اللي رفع يده بناخد من الجانب الأوصد بناخد من الجانب الأوصد نعم اوكس اوكس السلام عليكم طلال من اليمن مشاركة من السماء الماضي في ميش 2017 وحاليا طالب في معهد الدفع ومشاركة في الريك في ميش 2018 سؤالي لك للتكتور هاني البنة إلى أي مدى نحن الحاجة إلى معالجة الأسباب بدلا من معالجة النتائج في السياق العمر الإنساني ونقض كمثال حالة اليمن وأرقام مثل خمسة وسبعين في المئة من الشعب اليمني بحاجة ماسة إلى توفير القداء وأربعة عشر مليون شخص في اليمن يبتكر إلى الماء النظيف وكثير من الأرقام التي أدركتها برنامج القداء العالمي والمؤسسات التي تشعر في اليمن في ظل شعب جائع مريض ومقتول شكرا أنا طبعا السؤال دا يليفين أخبر مني في الجلسة فحيرجبوا عليهم هنا قال الخليفة لأنه هو أخبر مني وأخبر مني على الجلسة سؤال تاني من الواصل بسينا باتمالنا عن حق مش مهمة لأنني إذا كان أعلى منك في الجلسة فتوفر الدهوة كده الأخ الأخ اللي ورا دي الأخ فالس في أيوة أيوة هي شايفينها هنأخذ الثالث أسايا ثالث أسايا أنا مش بتحرب من الإجابة أنا عندي إجابة بس فهو عنده إجابة أقدر بالإحصائيات موافقني؟ دكرة لله وأنا هي من زي الباب السلام عليكم أنا ليان أنا طالبة سورية بجمع الإلكين وإيماننا بي قدرات الشباب بس نحن بين المطن العربية للأسف صناعة طرار ما بيقاملوا بالميتين وعشرة فراث أو ميتين وعشرة ثورة الموجودين هنا بالقاعة فهي شغلة وشغلة تانية أريد إحكي على سوريا بسوريا رحنا كشباب في كتير مبادرات عبدتصير خاصة تنموية للاجئين للتعليم لتمكين الشباب بس كلا مبادرات جداً بسيطة جداً خاصة وبيعود هذا السبب لعدم ميتين وعشرة لأن حتى يكون عاما كومبيت ترسورميشن لازم يكون في عنصر نسائي لأن مبلاغهم وإحنا ماشي ننسى عميش نهد شكراً لكم أنا برسل النساء أنا برسل النساء أنا شكت الأخوات منطلق أهو أخص بالأول هنا أنت يا فرصة بس عشان إيهو يبكى لهم فضالة وبعدين نرجع هنا نجاوب الفضالي ماما شكراً لكم السلام عليكم خلوت بني من تونس مشاركة سابقة في نيشا وحالياً موضوع التفريق استشاري قبل كل شيء حبيت نشكركم على كلماتكم للمحافظة لأنكم أصحاب خبرة ونحن نحب أن نساعدكم التعليق اللي فقط على البستد شكراً على كلام قلت الشاب لازمه إحلى ركاين ممش موجودين يعني الحلم واحد شكراً 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 لكم 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 مبيع وهكذا الأمثلة البسيطة هذه هي التي نريد أن نحركها أنا أقول إحنا عندنا وأنا على يقيم من هذا هذا المؤتمر الذي ستبقه فيه حيث فيه أفكار كثيرة جدا في خلال الثلاثة أيام وأربعة أيام قد فكرة واحدة وابدأ بها وحاول أن تنفذها في المجتمع البسيط الذي أنت فيه وستجد أثر ذلك تغييرا في نفسك أولا ثم في المجتمع التي أنت تعيش أخذت إن سانية بين سانية خاصة إن سانية لكي نكافل الأحمر جال حاضر ولكن تغيير لدفة الحوار أتمنى أن النتيبية النهائية للمبادرات لا تقتصر على أن الشباب تعيش وتتعايش لأن لو كان هذا سقف الطموح أعتقد أنه لا يكون في أي تغيير في المستقبل أتمنى أن المبادرات التي سنصل إليها تكون طويلة المدى وسنوبو تكون قادرة على أن تكبر وتحدث التغيير الأكبر نقطة أخيرة أعتقد أن المجموع مع بعض المحترين إلى تغيير عقلية المانح شوية لأنتعامل مع الصفت وير القضايا التي هي القادرة على أحداث التغيير الجازري يمكن أن نأكل في الناس ونشرب فيهم ونعمل خدمة مجتمعية إلى الأبد دون إحداث تغيير ما سيحدث التغيير في قضية الروهينجيا ولا في القضية الفلسطينية ليس هو الأكل والشرب والإيواء هو العمل على الجانب السياسي العمل على الجانب غير الملموس الذي المالح لا يحب يموله وده محتاج إلى تغيير كبير جداً للوصول إلى النتيجة ويجب أن نغير من فكرة العمل الخيري إلى العمل الإنساني أنه يكون شيء أكبر من مسألة الدور في المحيط الصغير شكراً شكراً بس أخدم عشان نخص الكرت الأحمر طالعها من النصة ونحقق بحومها في جلب الكرت الأحمر تعالي يا كذب كرت أصفر وكرت أحمر الكلم بتكلم في أحد الخياتها في منطقة الفطورة نحن مش عايزين نكون أمة تعاية وتبكي وتولول وتولتو لا أبداً 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 عايزين نكون أمة أننا نغير ونبني من خلال بناء القدرات من خلال الأبحاث من خلال عمل تنموي حقيقي تنمية مش مشروع تنمية برامج وكل جرنامج منها مشاريع اللي يعلمكم بيعلمكم غلط يروح ياخد صورة في مشروع ويقول لك تنمية أبداً تنمية برنامج ومسيرة سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة ولابد أنتوا تغيروا عقلية المنة لما كانت بتكلمة أخونا خالد بكتور حسن بيعاني ما عندوش فروس عشان الأكاديمية الناس مش مهتمة بالتعليم مش مهتمة بالعلم مش مهتمة بالتدريب مش مهتمة بالمناصة اللي بتسميها وربنا سبحانه وتعالى في فحكم كتابي كده برضا قال وَلَا يَحُدُّوا عَلَى طَعَامٍ مِسْكِينَ الحب هو المناصرة والأدفوكاسي إذا كان ربنا أقررها من 1400 سنة من نعمر لكي لنطبقها أكل شرب نايم لبس جاذاكم الله خير وماذا بعد؟ الحمام قضاء الحمام فلذلك وأنت نتحدث مع عقادة المستقبل وأنت منهم لابد أن تقول ماذا؟ ماذا؟ ماذا أقول لأجمعي؟ ماذا بعد؟ فلذلك التنمية المناصرة المشاركة البناء المجتمعي وابناء خدرات مش واشد عمل اوقعوا للتكزين من بناء الخدرات واشد عمل كده يا خالب واشد عمل ده جزئ من بناء الخدرات جزء 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 ولا بد أن تتعلموا العلم من أهل العلموا بسم الله مشاء الله وعمدوكم مجموعة نمسكوهم ما تناموهمش احبسوهم ما تخمجوهمش ها؟ جواعوهم ما تاكلوهمش ترجمة نانسي قنقر